وعن شايفين انه الخلية هاجت عم بتهاجم فيه صورة اليوم قرسطين على غير عادة بس هذا الاشي عادي يعني تدغدغ ليس اكثر يا سلام ما شاء الله هذا عسل السدر الاصلي شفته اوه يتي شفته ولك هاجم علي يوم مايتي اي يوم مايتي اي اهمية عسل السدر ستكون معنا اليوم في غابة السدر في الجليل طلعوا ما شاء الله هذا المحل فيه مئات أشجار السدر في عنا خلية مميزة مختومة وتفتح لأول مرة هذا الموسم طبعا الخلية ما شاء الله بس بتشوفوا بس انه إسماعيل يجيم كل الغطاء عنها كيف انها معبية على جميع النواحي بعسل السدر الأصلي احنا بنا نقطف دولة اللي من هون بدون براويز بس طبعا كل الخلية والحمد لله السنة كان موسم وفير وغني السدر انذكرت فيه القرآن الكريم في عدة مواقع منها ذوات أكل خمط وإثل وشيء من سدر قليل الآية الثانية اللي هي في سدر مخضود وطلح منضوض إلى آخره والآية الثالثة اللي بتقول إذ يخشى السدرة ما يخشى هذا بأدي إلى تقديس شجرة السدر الفترة الأخيرة الصحيح أنا صورت أطلقى كثير اتصالات اللي يسألوني عن شجرة السدر ووين شجرة السدر من لجيها حوال كفركنة أو الناصرة واستغربت بحبش بحبش عن الموضوع تبين أنه أوراق السدر أيضا تستعمل في علاج السحر والحسد والعين وكل هاي الأمور ولمعالجة العقم والخصوبة عند الرجل والمرأة كمان فوائد السدر لا تحصى ولا تعد للكثير الكثير من الأمراض منها السرطان والمعدة وخفض الدهون منها لنظارة البشرة لقوة العظام للحفاظ على الوزن للسموم اللي في الدم لتقوية الدماغ والذاكرة وأيضا لعلاج مرض الشيخوخة والحفاظ على رشاقة الجسم معلومة مهمة عن شجرة السدر أنه صعب يحترق وإذا احترق خلال فترة قصيرة برد يطلق ويرجع زي مكان طلعوا هون المعجزة يا جماعة وصلت النور حد الشجرة تقريبا احترق جزء صغير منها ووصل عند الصناديق والحمد لله وبفضله ظلت الصناديق ساغ ومحترقش ولا إشي منها طلعوا كل حوالينا هاي الشجرة صارت جزيرة في داخل هاي المنطقة كله محروق عم بتهاجم فيي صارت اليوم قرسطين على غير عادة بس هذا الإشي عادي يعني تدغدغ ليس أكثر يا سلام ما شواء الله هذا عسل الصدر الأصلي وشفته شفته ولا كهاجم علي يوم اي 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 يوم اي 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 طيب رجعنا بعد ما تملكنا حالنا وعشر جرسات حسدت حالي كل مرة والله بطلع بدون ولا اي قرس اليوم هاي الخلية هاي يجي يعني هو بناتنا صلها تعب بالعسل اه خمس ست شهر واحنا نيجي هون على البارد المستريح اي 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 بدنا نوخذهن كل ما تسمعوا صرخة مني يعرفوا هاي لدغة نحل بقولوا ان شاء الله انه الاشي صحيح يعني اللدغات ميرحوش حالفاظها انه اه لدغات النحل طلع طلعوا ما شاء الله مفيدة لل للظهر ووجع الظهر وللدسكات وهاي موجودة عندي يعني علا وعاسها ما يكونش بس قلم لحاله حط حطه بالسند شوفوا شوفوا العسل كيف قاعد بنزل منها ما شاء الله حط حطه بالسند كمان شوي منه نتذوق بس لو تشوفوا التلفون والنحل اللي هاجم عليه لا يصدق الخلية عن جد صارت شرسة ما شاء الله طلع طلع هون اشي من الاخر جد اشي من الاخر ما شاء الله كمان مرة عسل سدر أصلي هاي الشجر فوقنا وهاي غابة السدر هناك مضمون فش عنا والحمد لله ولا اي غش ولا اي سكر ولا اي اشي من هذا القبيل احنا قلنا بداية موسم السدر اي واحد بده يتواصل مع الارقام اللي مسجلات او يتواصل معاي اسعار لا تضاها كلينا نتذوق هنا عسل السدر الاصلي سدرين عنا السدر الالمينيوم وعسل السدر وفوقنا سدر السدر يا سلم اشي عن جد غير شكل اما اسل هاي شكرانو بصند احلى عصلي صحتين عقلبك ابو الصالح